موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني عشر علمي أهلا بكم في حلقة جديدة لمادة الكيمياء والتي سنتناول فيها اليوم حلقة بعنوان الإثيرات وسنتعرف فيها عزي الطالب على أنواع الإثيرات من حيث التماثل وعدم التماثل وكذلك سنتعرف على طرق تسمية الإثيرات سواء بالطريقة الشائعة أو بالطريقة العيوباك ونتعرف عزي الطالب على طرق تحضير الإثيرات وبعض الخواص الفيزيائية والخواص الكيميائية لإثيرات كل هذا وأكثر بعد الفاصل فابقوا معكم أهلا بكم من جديد أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني عشر علمي وكما قلنا لكم قبل الفاصل أن حلقة اليوم سنتناول فيها موضوع الإثيرات استكمالا لما درسناها في حلقات السابقة حيث تعرفنا على المجموعات الوظيفية المميزة للعائلات العضوية التي تعتبر مشتقات هيدروكربونية تعرفت في الصف الثاني عشر على الهيدروكربونات وتعرفنا في الفترة السابقة الفترة الدراسية السابقة تعرفنا على المشتقات بداية تعرفنا على أنواع المشتقات الهيدروكربونية وأن كل عائلة من هذه العائلات تحتوي على ما يسمى بالمجموعة الوظيفية أو المجموعة الفعالة هذه المجموعة التي تميز عائلة عن عائلة أخرى إذا وجدت في المركب أكسبات وصفات خاصة وتعرفنا أن أنواع العائلات من مثل تعرفنا على عائلة تسمى هاليد الألكيل أو الهيدروكربونات الهالوجينية وتعرفنا على عائلة تسمى الكحولات وتعرفنا على عائلة الإثرات لينسندريسها اليوم إن شاء الله وتوجد عائلات أخرى مثل الغلدهيد والكيتونات والأحماض الكربوكسيلية والإسترات والنمينات دعنا عايزة الطالب نبدأ في درس الإثرات ما المقصود بالإثرات عايزة الطالب الإثرات هي تعتبر مركبات عضوية مبدعيا طبعا تعرفنا أن المركب العضوي مركب يحتوي على كربون وهيدروجين بصفة أساسية هذه صفة عامة في جميع المركبات العضوية يبا هي مركبات عضوية تتميز باحتوائها على مجموعة الأكسي أي ماذا يميز الإثرات عن باقي العائلات وجود مجموعة الأكسي أي وجود زرة أكسوجين زرة الأكسوجين هنا تعتبر أو مجموعة الأكسي تعتبر هي المجموعة الوظيفية المميزة للإثرات وأنت تزاكر الإثرات حاول أن تقارنها بباقي المجموعة درسنا الكحوليات الكحولية تحتوي على أوتش الإثرات تحتوي على أوفا قتلية مجموعة الأكسي مجموعة الأكسي هذه متصلة بشقي أضويين وسنتعرف في الشرح التالية سنتعرف على أنواع الإسيرات من حيث أنواع الشقوق الأضوية ما المقصود بالرابطة الإثرية؟ تتميز الإسيرات بوجود نوع من الروابط يسمى الروابطة الإثرية الروابطة الإثرية هي الروابطة الموجودة أو التي تربط بين ذرة الكربون ومجموعة الأكسجين أي أنها توجد ذرة أكسجين في المنتصف ومنتصلة من الطرفين بشقوق سواء شقوق الكيل أو شقوق أريل اللي هي الحلقية وبالتالي فذرة الكربون تتصل بالأكسجين بما يسمى بالروابطة الإثرية أو بالروابط الإثرية يبّ cass batch. among the ثالثية الروابطة الإثرية ومرة أخرى عايزي الطالب هي روابطة بين ذرة الكربون ومجموعة الأكسجين كيف نقوم بتتميز الإثرات أعايزية طالب؟ لابد أن تتعرف إنهم يوجد نوعين أو توجد طريقتين لتسمية المركبات العبوية بصفة عامة توجد طريقة تسمى الطريقة الشائعة وتوجد طريقة تسمى طريقة الأيوباك على حسب النظام الدولي للكيميا أو لتحدي الدولي للكيميا ده أنا أريد أن نتعرف على طرق تسمية الإثرات أولا يوجد نوعين لدينا من الإثرات نوع يسمى الإثرات أو يصنف على أنه يسمى إثرات متماثلة ونوع آخر يسمى الإثرات غير المتماثلة ده أنا أريد أن نتعرف على طرق تسمية الإثرات غير المتماثلة وسنتعرف ما الفرق بين الاثنتين الإسيرة غير متماثل أنه يحتوي على مجموعتين أو شقية الكيل غير متماثلين أي مختلفين طب كيف نسمي هذه الإسيرات غير متماثلة أولا نكتب اسم الشقين والعضوين بمعنى إذا كان لدينا شق مثيل وشق إيثيل نكتب اسم الشقين إذا كان الشقين طبعا الشقين مختلفين وبالتالي نلجأ إلى الترتيب الأبجدي يعني كلمة مثيل وكلمة إيثيل ونستخدم الترتيب الأبجدي العربي يبقى إذا نبدأ أولا باسم الشقين كلمة إيثيل اسم الشق الإثيل ثم anderes ثم نكتب في الأخير كلمة إثر يبقى أن طريقة تسيمية الإثرات الغير المتمثلة نكتب اسم الشقين الأضويين المرتبطين بزارة الأكسوجين بترتيب أبجادي عربي ثم نكتب في الأخير كلمة إثر دعنا أسطلنا نتعرف على تسيمية الإثرات المتمثلة بمعنى أنه يوجد لدينا شقين متمثلين من نفس النوع قد يكون مثيل ومثيل أو شقين إثيل مثلا أو شقين بروبيل لأن الشقين من نفس النوع فنكتب كلمة ثنائي في الأول ثنائي مثلا مثيل أو ثنائي إيثيل وفي الأخير نكتب كلمة إيثير يبا إذا كان الإيثير متماثل نكتب كلمة ثنائي ثم اسم الشق العضوي ثم كلمة إيثير ده أنا عايزة طالب